بعد تصاعد جوالات الدرونز المدعومة من ايران كما تقرأها امريكا تهديدا لها في العراق بدأت الخطوات العسكرية تتصاعد هي الاخرى بتجهيزات وردود فعل على الاستفزاز الايراني ما جعل الحديث اكثر انتشارا حول نية الولايات المتحدة الامريكية باستدعاء منظومة افينجر او المنتقم الى العراق للتعامل مع الطائرة المسيرة والسواريخ وافينجر هو نظام دفاعي قصير المدى محمول على مركبات هامفي الامريكية المتعددة المهام مضادة الاهداف الجوية منخفضة الارتفاع وهي المروحيات والطائرات بدون طيار والسواريخ الجوال والمقاتلات المقتربة القاسفة المنظومة عبارة عن برج مستقر جيروسكوبيا مع مجموعة من سواريخ ستينجر تم بناؤها بواسطة بوينج وشكلت عصرا محوريا في حيكلية الدفاع الجوية المتقدم قامت بوينج بتطوير هذه المنظومة بتزويدها بلايزر بطاقة كاي دابليوان مع منظومة ستينجر وقد حققت اول منظومة افينجر المعدل نجاحا باهرا في العام الفين وسبع في اختبارات برنامج الدفاع ضد السواريخ بازالة حاوية السواريخ المربعة من القسم الايمن واستبدالها بالرشاش امثري بي حيث تم بذلك توفير قدرة على اطلاق النيران في اي زاوية او اي ارتفاع تحتوي المنصة على ثمانية سواريخ ارض جو من نوع ستينجر موجه بالاشعة تحت الحمراء يبلوغ مدها حوالي ثمانية كيلومتر مزود بنظام الالكتروني لتحكم عن بعد تأتي المنظومة الدفاعية الجديدة بعد سيرامة الدفاعية والتي تستغر في مقر السفارة الامريكية المنظومتان وتجهيزات اخرى تعزم امريكا على ايقاف العصابات الخارج عن القانون عند حدها بعد ان تسببت باحراج الوفوضى للحكومتين العراقية والامريكية اشتركوا في القناة